أولاً، هذا هو الفرق بين المدرب، مثل ما قلت لك في السابق، هذا هو الفرق بين المدرب والمكون والمربي عندما تحدث على لاعبين كانوا يتهيئان لمسابقة البكالوريا، كان بقبعة المربي ولم يكن بقبعة المدرب، لأن المدرب المحترف لا يهمه لا 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 خصوصيات ولا جانب جانب يعني متعلق بدراستك لكن المدر المكون والمربي يأخذ بها الاعتبار هذه النقاط لأنه يدرك جيداً بأنه أب وبأنه يجب أن يأخذ ذلك اللاعب كابنه وهذا ما يفتقده الكثير من المحللين من اللاعبين القدامى الذين يظنون بأنهم يمتلكون الحقيقة لنواجههم ونقول لهم أنتم لا تمتلكون الحقيقة في كورة القدم أنتم لاعبتم في نوادي يعني لم تبارحوا أصوار النادي الذي لعبتمه الذي لعبتم لديه في الجزائر وتتحدثون على كورة القدم وكأنكم وكأنكم يعني من 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 مخترعي الكرة دعوكم دعوكم من من هذا الوهم ترجمة نانسي قنقر